لطالما كان المثقفون والأكاديميون من بين الفئات الأكثر استهدافاً في العراق بعد العام 2003 حيث أصبح العراق من البلدان الطاردة للعقول والكفاءات بعد تعرض هذه الشريحة لهجمات ممنهجة لإفراغ البلد من علمائه ومفكريه وكفاءاته وإبقائه تحت سطوة سياسات التجهيل ليتصدر العراق منذ عدة أعوام قائمة الدول الأكثر فشلاً على مستوى العالم وفقاً لمؤسسة ميرسر ففي محافظة ميسان وخلال يوم واحد فقط اغتالت الميليشيات الطائفية الدكتور أحمد لشريفي معاون العميد للشؤون العلمية والأستاذ في كلية المنارة بالمحافظة بعد ساعات من محاولة اغتيال تعرض لها رئيس جامعة ميسان عبد الباصط محسن عيال وسط العمارة عبر تفجير عبوة ناسفة أمام منزله هجمات متصعيد حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تداعياته الخطيرة التي قد تؤدي لانطلاق موجة هجرة جديدة للكفاءات العراقية بعد سلسلة حوادث الاستهداف والترويع للأساتذة والطلاب فثمت من يؤكد أنه لا يمكن التغاضي عن إمكانية ربط هذه الهجمات مع إقرار قانون أسس معادلة الشهادات الذي عدته نقابات ولجان مختصة تقويضا متعمدا لمبدأ الرصانة العلمية في منح الشهادات الجامعية لأنه سيمكن أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان والوزراء من الحصول على شهادات جامعية دون ضوابط علمية حقيقية ومع استمرار القوى السياسية بصراعاتها على النفوذ والمكاسب يبقى الأكاديميون والأساتذة ومن معهم عزلا أمام سطوة السلاح وقانون لا يحمي المستقلين غير المنتمين للأحزاب التي وفرت لنفسها ومن يدور بفلكها الغطاء والحصانة من المساءلة والرصاص